رغم ما شهدته بغداد خلال تاريخها الطويل من عصور للازدهار وأخرى للتراجع والانهيار إلا أن ثمت ما يعبر عن روح بغداد الأصيلة بعيداً عن خلافات الساسة وصراعاتهم جامع الحيدر خانة تحفة معمارية تسكن قلب بغداد لتعلن بقاء الروح في جسد المدينة التي أثقلتها تبعات الاحتلال وتوابعه يتربع جامع الحيدر خانة في ساحة الرشيد ما بين ساحة الميدان وساحة الرصافي معبراً عن مرحلة الحكم العثماني للعراق فالجامع شيد في زمن الوالي العثماني داود باشا قبل نحو مئتي عام قضاها الجامع شاهداً على كثير من الأحداث التاريخية التي كان له فيها دور كبير إذ كان مهداً للثورات في زمن الاحتلال البريطاني كما كان مقصداً للأدباء والمثقفين هو ليس مكان ديني فحزب بالإضافة إلى كونه مكان يعبد في الله لكنه كان ملتقى للمثقفين البغداديين العراقيين وملتقى المؤرخين والأدباء والشعراء والثنانين ولربما انطلقت من هذا المكان أكثر الثورات الوطنية التي عادت للعراق يبدو كرامتاً وكغيره من مظاهر الأصالة في العراق يعاني جامع الحيدر خانة من الإهمال وقلة الاهتمام وضعف عمليات الترميم في ظل انشغال السياسيين بالصراع على مقاعد السلطة هو بناء حضار قديم منتاز وجامع واسع ومال هو بكثل النظام السابق كان خوش الشغل صار به بس هو لأنه قد يراد له مثل ترميم أو تصليح مستمر هسا هم لا زال يصلحون به بس صار لسنتين متوقف العمل هسا قبل شهرين ثلاثة يالله قاموا يشتغلون رغم ذلك يظل جامع الحيدر خانة معلماً تاريخياً هاماً يحيي في نفوس العراقيين ذكريات عن نضال آبائهم ضد الاحتلال ويحفظ ذاكرة التاريخ لمرحلة هامة عاشها العراقيون